السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة بقى جايبا لكم سر الفول المدمز بطريقة زي بتاعة المحلات بالزبط والاقيل هالي واحد شغال في مطعم فول واقيل لي كل التكات بتاعته وانا كبان ضفت عليها التكات ملعندي خلتي الفول بتاعي طحفة جدا بجد رهيب مايفرقش حاجة عن بتاع المحلات بالعكس امطف واحلى منه مليون مر وهقولك ازاي الفول يبقى معاكي زي الزبدة كده وبيتهرس كويس جدا وكمال انه ما يسودش خالص بعد ما نشيله منه على النار ويفضل محتفظ بلونه كده حتى لو قاعد معاكي فترة كبيرة جدا حيفضل برضو على لونه يلا بقى نسمي باسم الله ونشوف مع بعض الطريقة والمقادير بس هتنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة لو بسا مش مشتركين وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد انا جبت بقى نص كيلو فول بلدي من عند العطار بيبقى لونه فاتح كده زي ما انتم شايفين وهو ده احلى فول للتدميس غير الفول الصغير اللي بيبقى لونه احمر او غامق ده ما اتجبوهش خالص ما بيبقاش هلو ونقيته كويس جدا جدا وشلت منه اي حاجة مش كويسة حتى لو في اي فول فيها ولو نقر صغير كده تشيلوه على طول خلاص وغسلته كده مرة لغاية ما المية بتاعته بقت نظيفة وزي الفول وحطه في مصفة كده وخلاص مش بنقعه يا جماعة والراجل قال لي مش بنقعه الفول ودي الطريقة الصحي ليه هحط عليه بقى نص كوب بايت فول ما تشوش غسلته برضو كده مرة وخلاص بس مش هحط عليه حاجة تانية ولا عدس ولا اي حال وهحط بقى من عندي انا جربوها وحتعرفوا الفرق حاجة كده الطحفة فاصل من التوم والحاجة التانية ربع معلقة كوركم هو ده مضاد الأجسادة اللي هيخلي الفول بتاعي ما يسودش نهائي بعد ما يستوي اجيب بقى الدماسة بتاعتي او حلة اي حاجة وانزل فيها الفول كده على طول من غير منقعه ولا اي حاجة غسلته بس كويس جد خلاص وححط عليه الفول الماتشوش هم مش بيحطوا عليه اي حاجة تاني خالص ولا عدس ولا جزر ولا بصل ولا الكلام اللي احنا بنشوفه ده كله هم بيعملوا الفول بالطريقة دي بس بس جربوا بقى تاكد فاصل توم دي والله طعمه مش بيبان ولكن بيدي ريحة وناكهة طحفة وربع معلقة الكوركم برضو مش هتقصر خالص هي هتبقى مضادة أجسادة بس ان هي ما تخليش الفول يتاكست بالجو ويسود وانزل على طول بمية مغلية من الكتل زي ما انتو شايفين كده مية كتير بغاية ما اتغطي الفول بحوالي حقلتين او ثلاثة من صوابع يعني بحيث محتاجش اني ازودتين واروح بقى على البتجاز واحطه على العين الصغيرة بس على نار عالية لحد ما اسيبه بس ايه يبتدي يغلي اول ما يبتدي يغلي بقى خلاص هبتدي بقى في الوقت ده ان انا اهدي عليه النار لانه خلاص بيغلي اهو اخلي النار بقى شمعة اهدى حاجة خالص هي مش باينة قوي في التصوير ولكن انا خلتها اهدى حاجة خالص خلاص وارجع اغطي تاني واسيبه بقى لغاية ما يستوي سوى كامل هيحط تقريبا اربع ساعات وهتلاقوه مستوي وزاي الفول انا بس شلته وهحط تحتي الحامل اللي بيتحط عليه كانجة القهوة ده عشان تبقى لدمسة محطوطة كده واخد راحتها خلاص واسيبه بقى لغاية ما قلتلكم يكمل سوى وما فتحش عليه قبل ساعتين لو عايز ان انا ازود له مية هزود مية مغلية مش مية بردة ابدا تعالوا بقى نشوف الفول كده خلاص انا لقيته استوى بقالوا بالزبط اربع ساعات ممكن يقعد معيكم من اربعة لست ساعات على حسب حجم الفول ونوق الفول اللي انتوا جاي بي بصوا بقى جماعة لونه طحفة وميته جميلة جدا بس هي خفيفة قوي تعال اقول لكم بقى انا هتقل المية دي ازاي بطريقة حلوة قوي بص حبيب قلبي انا جبت طبق صغير وححط فيه معلقة كبيرة هرامية كده من الدقيق هحط زيها بالزبط بس معلقة كبيرة ممسوحة من البابريكا تمام البابريكا هتديله بقى لون طحفة والدقيق هتديله تماسك وحيخلي المية بتاعته طقيلة كده وحلوة هحط شوية مية وحابتدي ان انا اقلبهم كده مع بعض لغاية ما دقيق ده يدوب خالص ومبقاش في اي تكتلات هحط شوية صغيرين بشوية صغيرين اول ما لقيها بقى دابت معي كويس جدا هنزلها على الفول بعد ما خلاص استوى لازم يكون استوى سوى كامل يدوب هنزلها على الفول وهعل النار يغلي جلوة واحدة بس وخلاص اطفي عليه على طول شفتوا بقى الجمال بجد طحفة جدا جدا مش هتندموا ابدا لو جربتوا على طريقتي والتكات اللي قلت لكم عليها والله مش هتندموا هتاكلوا احلى فول في حياتكم طعاموا طحفة ومستوي كويس جدا والقشرة بتاعته مش فصلة لما بنلقع الفول بنبص لقي القشرة بتاعته فصلت وبتبقى نشفة عن قلب الفول من جوة لكن كده مظبوط جدا جدا ما تنقعوش عملوه بنفس طريقتي وحتلاقوا الفول زي الزبدة والمية بتاعته تقيلة وطحفة والله احلى من بتاع المحلات كتير يلا جربوه لما يبرد بقى عبوه في اكياس قسموه في اكياس وعنوه في الفريزر طلعوه على قد فطار او عشا وينفعنا جدا جدا في الصحور يارب الفيديو بقى يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد بحبكم في الله مع السلامة